اشتركوا في القناة هذه الحادثة قرابة 150 ضحية بعضهم لا تزال جثثهم تطفو حتى يومنا هذا في نهر دجلة اما المفقودين فلا تزالوا اعدادهم بالعشرات تعددت الروايات حول اسباب انقلاب العبارة لكن الاهمال وانعدام وسائل الامان كانت الابرز وتحولت انذاك اعياد نوروز الى مأتم حل على سكان الموصل اقفوا الان امام بوابة الجزيرة السياحية التي حصلت فيها حادثة العبارة وبالرغم من اننا نعيش في الذكرى السنوية الثانية لهذه الحادثة الا ان ذوي الضحايا لم يحصلوا على اي حقوق من الحكومة العراقية ولم يحصلوا سوى على مبلغ عشرة ملايين دينار عراقية دفعها مالك هذه الجزيرة لهم بوساطة عشائرية ليتم اسقاط الدعاوى المقامة بحقه ويخرج من السجن بعد ذلك بكفالة مالية صوت البرلمان في وقتها على اعتبار الضحايا من الشهداء ولكن لم يدرجوا بالقانون وتجددت المطالبات بادراجهم قبيل التصويت على الموازنة وبعد الغضب الشعبي الذي عاشته نينوى لم يترتب اي شيء ولم تعد تسمع صرخات الثكالة عشرات القصص الموجعة انتهت بفصل عشائري ولم تصدر الجهات المعنية حتى يومنا هذا اي بيان رسمي حول نتائج التحقيق ومن سيحاسب على ما حدث فعلى صوت الاعراف وغاب صوت القانون اما خلاصة المشهد فتجسدت بهذه الصورة ولكن التساؤل الابرز من سيدفن الذكريات المؤلمة التي تركتها هذه الحادثة من الموصل محمود الجماس قناة التغيير